هذا وقد استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الإنسانية وشؤون الشباب السفير أحمد عبدالله الهرمس الهاجري سفير مملكة البحرين لدى جمهورية أندونيسيا وخلال اللقاء نوه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بدور سفراء مملكة البحرين في دعم مجالات التعاون المشترك مع مختلف البلدان وفتح أفاق جديدة لمزيد من هذا التعاون المثمر والبناء بما يخدم العلاقات الطيبة التي تربط مملكة البحرين بهذه الدول وتعزيزا لدور ومكانة مملكة البحرين على المستوى الإقليمي والعالمي بما يتوافق مع توجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة في ظهر الله ورعا أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عند منياته لسفير مملكة البحرين لدى جمهورية أندونيسيا بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم الدبلوماسية الجديدة وتحمل هذه المسؤولية الوطنية والعمل على تطوير العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية اندونيسيا في مختلف المجالات من جانبه أكد السفير أحمد عبدالله الهرمس الهاجري حرصه على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدح في ظهر الله ورعا في بدل المزيد من الجهود والعمل على تعزيز أواصر التعاون وروابط الصداقة الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية اندونيسيا معربا عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على دعمه وتوجيهاته بفتح المزيد من أفاق التعاون بين البلدين الصديقين